طيب باش موانس خليني اتكلم مع حضرتك ان احنا النهاردة بقينا نسمع خمسين تليفون في اليوم تشتري سكني ولا تجاري اداري عندنا طبي احنا بنشوف ده كل يوم وبقى موجود كتير طبعا علشان ايه مشاريع العاصمة الادرية الجديدة انا بقى كعميل عايزة استثمر النهاردة ومعي شوية فلوس وقى عايزة اشتري يعني حاجة بعيدة عن بيتي اشتري سكني ولا اداري ولا تجاري ولا طبي ولا اتجيك فين الاستثمار في المنتج التجاري والاداري ويتأجر ده افضل استثمار ممكن تجديه لان ده بتتكلم تعمل استرجاع للرأس المال او التكلفة اللي انت دفعتيها في المنتج ما بين السبع والعشر سنين في النهاردة في السوق العادي اللي موجود في مصر النهاردة السكن يمكن بيطور شوية قلرة وانت بتتكلمي على بتشتري واحدة سكنية عشان تعيدي اعادة بيعها بس على شرط اعادة بيع دهوت عشان تكسابي فيها كويس لازم تحقق الدورة بتاعت اكتمال الوحدة يعني لو اشتريه النهاردة اوف بلان المشروع بيجتمع لعلى 4-5 سنين هتستلم لوحدتك والمشروع تسلم ويبقى مكتمل لو بيعتيها هتعمالي استعاقد كويس جدا على استثمار في حدد 5 سنين يمكن انا يعني في خلال الفترة السابقة ممكن يكون في 100-100 من 8 الوقت من التكلفة في خلال 5 سنين لو المشروع اشتريتي عند مطور جيد عنده سابقة اعمال ملتزم سلمك المنتج زي ما تعقدت معاه في خلال 5 سنين او الاربع سنين التمن الوحدة وتهى لو كنت اشتريهت 10 هتتبع بـ 20 قانون التطوير العقاري هو خلاص يعني يقرب بس الناس مش فهمي يعني خلينا حركتش رحولنا كده بالتفصيل شوية بس لا هو كان فيه احنا كمطورين بقالنا 3-4 سنين بنتكلم مع الحكومة علشان يكون فيه هناك حيئة منظمة للمطورين العقاريين صحيح ان هي يعني هي استحافظ على حق المطور وحق الدولة وحق المشتري القانون ده هتعملنا كذا درافت له ويمكن في الاوانة الاخيرة اتعرض على لجنة الاسكان والمفروض يناقش في اللجنة العامة لمجلس النواب في خلال السنة دي في الدورة ده هي الحكومة يمكن اللي هي عملته النهاردة التصريحات بتاعة توجهات الرسائد الرئيس اللي موضوع ضروري للمطور ينفس 30% هي بتوجهات كان الانتحاد المطورين العقاريين هو المفروض يقوم بهذا الدور بس يمكن نتيجة لتأخر إصدار القانون كان فيه توجهات من الرئيس والحكومة تفاعلت معها تفاعل جيد مع المطورين العقاريين وأعتقد في نهاية السنة هيحطوا شوية قواعد للتنظيم العلاقة ما بين المطور وما بين جهة ولاية الأراضي وما بين المشتري الوحدة ايه الحاجات اللي المفروضة خد بالي منها وأنا بشتري في أي مشروع زي ما قلت لك سابقة أعمال المطور سلم ايه قبل كده الملتزم يسأل الساكن اللي اشتري عنده ملتزم بالقود بتاعته ولا لا يزور المشروعات السابقة عشان يشوف آلية تنظيم الابريشن بتاع المشروع السيانة النظافة الحراسة التشغيل ده هو تماشي منتظم ولا في مشاكل لأنه ممكن تعمل مشروع جميل جدا جدا ولكن التشغيل بتاعه السيانة والإدارة لأن الدولة دولة دولة مش مسؤولة عن إدارة وسيانة الكمبوند من الداخل يعني كان عضافة الشوارع كجامعة الزبالة وداء السيانة اه وداء السيانة مشكلة وداء السيانة حريتكلمنا عنها شوية بس قطعا النهاردة أنا أي مطور بيبيع وحدة بيحط نسبة بإشارة في العقد أن في وديعة ما بين 5% لـ 10% هذه الوديعة هتحصل عند التسليم الواحدة وتتحط في بنك والعقد بتاعها يصرف على إدارة المشروع النتيجة لزيادة تكلفة الخدمات زيادة تكلفة الحراسة والنظافة وكل المستلزمات عشان زي مستلع معيش مضبوط الفكرة وفي نفس الوقت جي من ناحية تانية عائد الوديع في البنوك النهاردة قال فحصل فيه جاب كبير جدا ما بين عائد الوديع اللي كان مفروض يكفي المصروفات بتاعت السيانة وما بين المصروفات الفعلية نتيجة زيادة الأسعار والتعويم اللي حصل ونتيجة انخفاض أسعار الوديع ففيه فرق كبير جدا الفرق ده هو مين الملزم؟ مش المطور الملزم بسداده المالك هو الملزم لأن المالك بيسون ملكه صح وبالتالي هي المشكلة اللي محتاجينه فعلا النهاردة والمفروض يناقش مجلس النهارة هو تعديلات في قانون 119 في الحفاظ على السر والعقرية العلاقة ما بين اللي هو القانون التحاد الشاغلين صح فهي دي العلاقة المفتولة تتنظم وازاي ممكن المشتري الشاغل الوحدة يكون ملتزم بأداء التزامات الخاصة بمصاريف السيانة في المواعيد المحددة علشان زيش جاره اللي جنبه الملتزم يعني النهاردة لو فيه 80-90% ملتزمين بأداء السيانة وفيه 10-20% مش ملتزمين ده بيأثر على كل المنظومة نفسها التشغيل الداخل وده بيأذي غارو فيها حريك بتقولك كده أنا مفكر في الحسنة تخص وسياتعم تحبوط أنا بشكر حضرتك جدا على الفكرة الجميلة دي وإن شاء الله باستمرار كده إيه نستفيد من حضرتك طبعا معينا النهاردة في تعمير لا تحت عمرك ومشكر جدا أنا أصدفتك للنهاردة بشكرا جدا مشاهدين هنخرج فاصل صوير وراجعين لكم على طول خليكم معين اشتركوا في القناة